اشتركوا في القناة تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك من خلال برامج التعاون التقني والذي يساهم بشكل كبير في تحقيق اهداف التنمية المستدامة التي يعمل العالم اجمع على تحقيقها وشدد بن دينا على همية جعل منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل وضرورة اخضاع جميع المنشآت النووية في المنطقة لرقابة وضمانات الوكالة وكما اعرب عن تقدير مملكة البحري للجهود التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمتابعة البرامج النووي الايراني والتأكد من مدى التزامها بمعائير السلامة والامان النووي والبيئي وعبر المبعوث الخاص لشؤون المناخ عن قلق المملكة تجاه عدم وفاء ايران بالتزاماتها ووقف تنفيذ تعهداتها وتأخرها في توفير المعلومات المطلوبة حول برنامجها النووية داعيا الى ضرورة التزامها بالتعاون الكامل مع الوكالة خصوصا فيما يتعلق بتجاوزاتها في نسب تخصيم اليورانيوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر